ها معنا ورق او قلم انتو مش عارفين ان فيه صورة في القرآن اسمها صورة الملك النبي قال عنها ان صورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى ادخلته الجنة اطلقوا على صورة الملك دي الواقية والمنجية طيب خلاص اقراها بنيت النجاة صورة الملك تاخد ثلاثة اربعة دقائق طيب ايه تاني حسبونا الله ونعم الوكيل يل على يدك كده وانت قاعدة حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل ايه المكافأة اللي هتخديها لو قلت حسبونا الله ونعم الوكيل ربنا قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء كمان مرة لم يمسسهم سوء اللي بيكسر من حسبونا الله ونعم الوكيل مش حيمسك سوء مين اللي قال مين اللي عطى الضمان ده ربنا ربنا اللي عطيك الضمان ده بس اخد بالك انت بتاخد بالاسباب طبعا كل الأدعاء دي مع أخزنا بالأسباب بتهتم بالنظافة الشخصية بتهتم بأساليب الوقاية بالحجر الصحي بتاخد بالك وهكذا الأمور اللي وزارة الصحة بتقولها لنا أكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل إيه تاني الآية 56 و 57 من سورة هود إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ إيه دا إيه دا يا شيخ مش نعرف نحفظها دي قلت لك رقم الآية واسم الصورة صورة هود صورة هود الآية 56 والآية 57 بتبدأ إني توكلت أدي الوكالة هو وكلت ربنا وبتنتهي إن ربي على كل شيء حفيظ طالما توكلت عليه وهو الحفيظ ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو الحفيظ هيحفظك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إيه كمان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللي يقولها الصبح ما فيش حاجة هتضر طول اليوم واللي يقولها أخر النهار مفيش حاجة هتضره طول الليل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في حاجة كمان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إيه شر ما خلق ربنا المرض فيروس كورونا الألم الهم أي حاجة أي شر ما خلقت يا رب أنا بستعيذ بك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يبقى أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إيه كمان أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام تخالي الدعوة البسيطة دية بتعملها كيبا تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان يبقى أنت في حماية من الشيطان سواء شيطان إنسا ولا شيطان جن ماشي وهام عارفيني هوا من الأرض لا تقولي بقى عقارب ولا ثعبين ولا الحاجات المؤزية ولا تقول لي فيروسات ولا الكلام ده كله وما أنت استعزت بربنا خلاص احتميت احتميت بربنا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام وإيه كمان ومن كل عين لام مش هتتحسد شفت الجمال في دعوة واحدة دعوة النبي علمها لنا عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام خلاص انت كده في أمان من الشيطان فأمان من هوام الأرض بقى والفيروسات والكلام ده وفي أمان من العين ومن كل عين لام فده أمر ايه مهم جدا يا حضرات ناخد بالنا منه الرجتات اللي دهلنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس زي ما اتفقنا ما ننساش ده منهج عشان الدعاء يجيب نتيجة لازم تاخد بالأسباب عشان الدعاء يجيب نتيجة لازم تاخد بالأسباب اشتركوا في القناة